في بداية الشهر رح تكون في عندك شوية أوها ممكن أو عم تتعرض لأكاذيب معينة لنصب معين أنت عم تنهي هاي العلاقة عم تنهي هاي الطاقة ما عم يعني بتكون موجودة في هاي الشهر أنا عم بقول عم تنهيها فعم بشوف بالعكس من بعد ما كنت محبوس داخل هاي الأوهام حتى أنت ممكن تكون عيشت حالك في أوهام لأنه هدول الكرتين مع بعض كمان أوهام عم تتذكر شيء قديم وطول الوقت عم بتفكر بهذا الشخص القديم عم تترك ثلاث فرص قدامك أو يعني على الأقل عم تترك فرص كتير وعم بتفكر طول الوقت في هذا الشخص شايفي سفر حلو كتير لبرج الحوت ممكن تكون عندك سفر على خير على موضوع أنت حابب أنك تعمله بتم على خير ممكن يكون سفر عند الحبيب مثلا أو بعيدا عن الحبيب التنتين محتملين هون عم بشوف إنهاء لعلاقة ثلاثية في نهاية الشهر ما رح تكون بداية الشهر عم بشوفهم في آخر ممكن أسبوع لأنه ورقتين يعني علاقة ثلاثية بجنب عد الطاقات نسيت أحكيها بس نحكي إنه الطاقات عم بتكون هوائية بشدة عم بتكون مائية عم بتكون ترابية عم بشوف عندك محكمة أوراق قانونية ممكن مساءلات ممكن شغلة هيك طارئة دخلك في متاهات مؤقتة يا برج الحوت أو دخلك في مكان أنت ما كنت حابب أنك تدخله أو تطرق له ممكن شايف فيه نصب يعني عم بنتصب عليك أو عم بتخلص هاي الطاقة إما إذا كانت موجودة من الأساس إنت عم بتخلصها وإذا ما كانت موجودة فهي موجودة في بداية هاي الشهر رح تظلها يعني مستمرة لكن سرعان إنت ما رح تكشف الأمور وتزبط الأوضاع وتسترجع حقك ولكن بعد صبر يعني بعد خلينا نقول شهر بعد فترة لأنه عم بتكون شوي بطيئة المدة عم بتكون صارم كتير وخاصة في العمل مع شخص هوائي ممكن يكون بشوف كمان هذا الكرت كرت ممكن يكون حمل أو ولادة للي عندهم حمل من الأساس وحمل للي ما عندهم حمل فممكن يكون بنت ممكن يكون بنت حمل في بنت هذا الشهر أو هاي هاي ممكن تمتد لنص نوفمبر الطاقة الطاقة مفتوحة على شهر واحد ولكن بتمت الطاقة ممكن تمتد أكتر شوي شايف فيه رجوع لقديم لشخص قديم كان في بناتكم شكوك كان في بناتكم نزاعات أو أشخاص أو علاقة ثلاثية بعد ما رح تنتهي رح يكون فيه سعادة معينة تعيشها مع الشريك رح تبعدونه وعن ما عن المحيط كله رح تحاولوا إنكم تبعدوا بشتى الطرق خلينا نحكي فشايف قدامك طريق شوي صعبة ولكن فيه بالنهاية فيه نتيجة وفيه حصاد أكتر إشي بحزك بهذا الشهر من النصب زي الشهر الماضي لأنه الحوتيين عم ينتصب عليهم من ناحية العاطفة ومن ناحية المال عم بيكونوا مستهدفين كله إنه طيبين شوي بس أنا ما بشوفهم يعني اللي هو بشوفهم برضو أسكية يعني بنفس الوقت ما بينضحك عليهم بس الظروف بتوقعهم أحياناً فبقولك هذا الموضوع النصب أو كذا رح يدخلك في شوي مساءلات قانونية أو في محاكم أو في موضوع من هاي المواضيع ولكن رح يتم على خير بشوف السفر في كرتين يعني السفر فرصة كبيرة للي حابين إنهم يسافروا هذا بشكل عام شايفي انتصار على شخص في العمل خاصة إذا كانت طاقته نارية ومائية كمان خلينا نشوف لمحة عن الوضع العاطفي عم بشوفك ماسك حالك بالزور يا حوت في بقلبك حب كبير 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 ممكن القراءة تكون عكسية لأنه عاطفية وعامة فيه بقلبك حب كبير كبير للشريك الشريك برضه نفس الموضوع ولكن التنين ماسكين حالكم بالزور عم تعملوا كنترول على المشاعر بصعوبة ما عم بيكون سهل الموضوع عليكم ما بعرفشو اللي صاير لهالدرجة لحتى انت كتير تكون محتار وكتير عم بشوفكم التنين محتارين التنين عم تختاروا واكنه يمكن في عندك انت كمان علاقة ثلاثية او هو عنده علاقة ثلاثية او الاتنين مع بعض ما بعرف بس اكتر شي عم تطلع في هاي الفترة على الزكريات على الشريك عم كتير عم بتطلع على الزكريات عم بتفرج على صورك عم بيستعيد الزكريات كانت موجودة بناتكم يمكن ولكن شايفي انا في انتصار على العلاقة الثلاثية شايفي في التقاء ما بين القلب والعقل بنفس الوقت يعني من بعد هون ما كان عندك صراع ما بين عقلك وقلبك هون لا في يعني في اتحاد التنين مع بعض رح تاخد قرار بانه يعني الامور تتزبط بناتكم او الشريك اللي عم بيفكر بهاي الطريقة او انتو الاثنين مع بعض رح يكون اذا في نهاية للحيرة رح يكون في نهاية لطرف ثالث موجود وللحيرة والصراع اللي كان موجود شايفي انه الشريك رح يقدم لك مثل ادلة مثل شغلات امور يعني امور واضحة يوضح لك اياها يحاول يوضح لك الصورة الامور هذا الشي بشوفه بالاسبوع الثالث اكتر شي ممكن بالرابع يكون كمان او حتى من اول الشهر فعم تتمتع بجاذبية كبيرة عم بيشتاء لك الحبيب بيشتاء لشكلك حتى كيف تتصرف عم بتذكرك بكل هدول التفاصيل عم بشوف اذا كنتوا منفصلين نسبة الرجوع كبيرة لكن بالنسبة للمتزوجين عم بشوف في طرف عم يدخل جديد عم بيخرب شوي من الصفاء اللي موجود في العلاقة في شوائب عم بتفوت على الحياة وعم ترجع تطلع ما في مشكلة ولكن يعني نكون حذرين من هاي الأمور انه ما تخرب حياتنا خاصة انه انت رح تكون عصبي شوي هذا الشهر ما ما قادر تعمل كتير كنترول على مشاعرك رح تكون ناري اكتر يا حوت مع انك مائي رح تكون فياري رح تكون شوي متسرع فبس نحذر من هاي الطاقة نشوف شو التحذير هذا الشهر لبرج الحوت برضو علاقة سلاسية ما بعرف يحط لشي كم يطلع لك علاقة سلاسية عم تجول في الافق قلنا في انتهاء للعلاقة السلاسية ولكن ممكن تمتد لنوفمبر لانه هذا التحذير يعني عم بشوف رقم 11 لقم 12 فممكن تمتد الطاقة شوي لهذا الطرف الثالث شوف مسج من الحبيب اذا كان بعيد او قريب او كلمة منه مسج معينة ما قادر اقولها نفس الكرت اللي طلع لبرج يمكن الجوسة بيقولك انه هو كوعد او وعد هو انه رح يحقلك الامان اللي انت بتحلم فيه رح يحقلك الجو اللي انت بتحلم فيه في العلاقة في عرض معين هو رح يقدم لك بس بيقولك ويت كمان ويت مي انه استناني فيه فيه امر هو مخبيلة لك فيه امر هو بده يوضح لك اياه وكأنه هذا الحبيب عم يحبك بطريقة فصيعة ولكن على قد ما فيه خب على قد ما فيه تحديات في علاقتكم عم بشوف نشوف أوراكل للحود هفن هفن يحوت بكفي 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 سترس بكفي كذا اطلع للأماكن اللي كنت تطلع عليها وتنبسط ابسط حالك رفح عن حالك شوي اطلع من المود اللي انت حاطت فيه حالك لك فترة وانا ما بلومكم يعني الظروف هي اللي كانت صعبة يعني مش انتوا بتكوا هذا الموضوع ولكن انتوا كنتوا عم تعيشوا هاي المواقف اجباري يعني قدريا فبس بيقول لك هفا حاولت تخفف عن نفسك بانك تعطي حالك طاقة ايجابية زي ما قلنا تطلع على أماكن بتحبها تستمتع في الحياة بكفي يعني كتير التفكير والطاقة السلبية فبتمنالكم شهر سعيد حبايدي بجوفكم بالفيديو اشتركوا في القناة